حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور من الله سبحانه وتعالى رزق هذه الأمة هذا النور عشان يفتح عليهم أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب التنزلات ويكفي إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فتح باب السموات العلا عشان يصعد ويعرج سبحانه وتعالى حتى يكون قبق وسيني أو أدنى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رزق من الهبات ومن العطاية ما أخرجه له من كنوز الأحباب فأعطاه من كنوز ما تحت العرش وأعطاه من المعجزات ما لا يستطيع أن يدركه العقل والعل إن المعجزات دي التي لا يدركها العقل هي دي الأشياء اللي بتخلي الناس تعجز عن إن هي تدرك أبعاد هذا النعيم اللي الله سبحانه وتعالى رزق حضرة النبي به وآتى لأمته بجنس هذا النعيم إحنا إن شاء الله نخص الحلقتين حلقة اليوم وحلقة غد للكلام عن الإسراء والمعراج وإحنا حبين شوية إن إحنا نبتدي نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ المعجزات بحاجة اسمها فقه المعجزات نستنير في المعجزات نقدر نعيش المعجزة بما يليق بعظيم فضل الله ولطف الله بيها قد يكون بعض الناس ما اللي قاعدوا يتكلموا وما قدروش يفهموا يعني إيه معجزة قد يكون قصور فهمهم ده جه عشان محدش علمهم كثافة النور اللي موجودة في المعجزة إحنا عايزين نعمل كده عايزين نمشي في الخط ده خط إن الناس يعيشوا المعجزة يعيشوها بأنوارها بواصلها بجبرها بجمالها وعشان كده تعالوا نبتدي من الأول نبتدي بصاحب المعجزة وصاحب المعجزة وهو بيعلمنا أول مشهد من مشاهد هذه المعجزة مشهد الطائف مشهد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيتعامل مع أخس خلق الله وأسوأ خلق الله لما يتعدوا على نبي ولا يفلح قوم آذوا نبيهم أبداً ما يفلحش القوم دور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم بالرحمة والجمال والخير والنور وهم آذوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يألو جهداً وتحرك وهنا علمنا صلى الله عليه وسلم لما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحقي قصة سيدنا يوسف أنه جاءه الداعي فراح سأله ما باله النسوة فحضرة النبي هنا الحديث في البخاري يقول لو جاءني الداعي لأجبت شوف حرص حضرة النبي على خير الناس إزاي ونزالك حضرة النبي تعالوا كده نبص شوية على قلب حضرة النبي ورايح الطائف إيه اللي في قلبه بحبك واتمنى أن أنتوا تشوفوا نور ربنا واتمنى أن ربنا يوسع عليكم تخرجوا من ضيق الدنيا إلى سعة الوصر الرباني وجي لهم بكل هذا الحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منهم إلا أن يخرجوا سفهائهم ويخلوا أطفالهم السفهاء يلقوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرة حتى تدمي قدمه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وكأني بسمع صوت الأرض بتقول خلوني أحضن هذه الدماء الطاهرة حتى تكون شاهدة لي عساها تجمعني بحضرة النبي يوم القيام وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستظل ويبدأ عالم تاني خالص يبدأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح إيه؟ يفتح باب من أبواب المناجاة مع الله فيقول حضرة النبي شيء هنبتدي نحلله دلوقتي يقول حضرة النبي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بيك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سختك لك العطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك تعالوا بقى نبتدي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي نبتدي نتأمل هذا الكلام حضرة النبي تعالوا نلاحظ ثلاث معاني في هذا المشهد ثلاث معاني أتعلمك حاجة جديدة وإنت بتقرأ هذا الحديث وهذا وهذه المناجاة أول شيء حضرة النبي عنده سنة الذي يظلمه إذا لم يدعو عليه ينشغل بالدعاء لنفسه ظلموا في المرة السابقة مع مشارك القراش مرة تانية مع مشارك القراش ماذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون طب وين حضرة النبي يترك أن يدعو عليهم لكن يتذكر حاله مع الله فيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقر بحقيقة الإنسان أنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله طب هو عايز يعمل إيه عايز يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويقول له يا رب أنا هين على الناس شوف كده وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني نقف هنا بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيطمن قلبه ويفتح باب من أبواب الوصل بينه وبين الله ولزيك أنت لازم تتعلم أن في الشدائد ولما يحصل لك ما لا تكن تنتظره لما تقبل على حد بقلبك إيه اللي حاصل لما يحصل لك كده تذكر افتقارك لله سبحانه وتعالى يبقى أول درس لازم نتعلمه الافتقار إلى الله وهنا مش تهلوم ده بيقول لمولانا سبحانه وتعالى أنا أحسن الظن فيك إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري وبيقول ليه حاشاك أن تكلني إلى بعيد أو إلى عدو طب هو بيقول كده ليه يقول عبدك يعرف رسالتك بأنك ما أجريت عليه هذا إلا لتلقيئه إلى الافتقار إليك ولذلك إلا حاصل أنا هل افتقرت يا رب ولا ما افتقرتش أنا أخشى أن لا أكون قد افتقرت بحسن الافتقار أخشى أن لا أكون قد افتقرت إليك بحسن الافتقار ولذلك اسمح لي يا مولاي أن أتزلل إليك وأن أعتبك أذهب عتابك يا مولان إلا بيكون بك علي غضب فلا أبالي أنا لا أبالي إذا كنت لا تغضب عليه ولكن عافيتك هي أوسع لي يعني حتى لو إدنا في الحال دي لكن عافيتك أفضل وأحلى لأنني أذوق فيها نعمتك يعني بيقول إذا لم تكن قد غضبت علي وستبقيني في هذا الحال فأنا لا أبالي بأذى الناس ولكن عافيتك أوسع لي ليه عافيتك أوسع لي عافيتك أوسع لي لأن فيها أرى جميلة توددك وأرى جميلة وصالك وأرى أنك يا مولانا تكتبني في من سيجعل لهم الرحمن وده وأيضا إذا كانت عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي يا سختك يا رب لا تجعلني من هؤلاء لك العطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إذن هذا الموقف وهذا المشهد يوقفنا على ثلاثة معاني هذه الثلاثة معاني هي التي تفتح لنا باب سبحان الذي أسرى بعبدي المعنى الأول إذا نزلت عليك الشدة فاعلم أنها ليست شدة ولكنها شدة جذبة إلى الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأدب إذا نزلت عليك الشدة فذهب إلى مولاك إذا طمه المفروض ينتقم مما أزوه ويتخلص من الطغاء حتى يجيله ملك الجبال لا الشدة النظر فيها إلى المولى سبحانه وتعالى لأنه هو الذي ينادي عليك والذي أجرى عليك هذا فلجأ إلى مولانا ثم ماذا استحضار تقصيرك مع الله سبحانه وتعالى حضرت النبي لم يكن له تقصير ولكن انظر إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي هي خاف من الغضب يا سادة هل نحن في قلوبنا هذا المعنى معنى أن نخاف من غضب الله سبحانه وتعالى هذا نبي مرسل هذا سيد الخلق هذا حبيب رب العالمين يأتي سؤال هنا بأ هو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رضي الله عنه وأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعلم أن الله قد سمى حبيبا وعلم أن الله قربه وأخبره الله بأنه هو الذي تفتح به أبواب الجنة وأنه هو الذي لو أتى الناس من كل الأبواب لن يدخلوا إلا إذا جاءوا من بابه بعد ده يخاف من غضب الله نعم لأن خوفه من غضب الله هو ماذا هو باب من أبواب اعترافه بالعبودية فهو يقول يا رب أنا عبدك ما زلت طوع أمرك ولا أرى أن لي حقا عليك فقيرك طعيفك مسكينك أخشاك ولذلك حضرة النبي يقول ألا أنني أشدكم خشة لله فحضرة النبي يعلن هذا وده يبين حاجة مهمة جدا أول ما ييجي العبد يحصل له شدة لابد أن ماذا أن تفور العبودية العبودية في قلبي يتذكر أن الله سبحانه وتعالى فعاله لما يريد فيلجأ ويتزلل إلى الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء إذا أردت أن تكون مجذوبا إلى الله إذا نزلت عليك الشدة مقبلا على الله أول ما تستحضره هل أنا عبد هل أنت عبد فرسول الله صلى الله عليه وسلم افتقر تذلل يبقى أول حاجة أن تفتقر وأن تتذلل إلى الله الأمر الثاني أن تذهب إلى الله سبحانه وتعالى وماذا وتكنجي وتكلم فدمدح مولاك بما يستحق يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي الله ثم قال حاشاك أن تكلوني وأنت لم تكلني إلى غيرك أبدا فيمدح الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقولون إلى من تكلوني وكأنه يستنكر بل هو يمدح ربه حضرة النبي كان يمدح الله سبحانه وتعالى فيقوله إلى من تكلوني وأنت لا تكلوني إلى غيرك أعلم أنك جعلت عبادك يشتدون عليك لا لأي إلا لأنك تريدني فأنا بين يديك ذليلا مفتقرا إليك وأخلع أملي في أي أحد غيرك فلذلك هو ذهب إلى الله سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أول صفة أنه تزلل إلى الله ثم أثنى على الله ثم ماذا ثم ذهب ليستغفر الله ويتوب إلى الله حتى ولو يكن هناك زنب يذكره لماذا لأنه ده مقتضى العبودية ولذلك عشان كده سبحانه الذي أسرى بعبده ثلاث حاجات يبقى أنت عايز ينفك عنك كل شدة وكل كرب لازم التلات صفات دولة يكونوا عندك أول حاجة تتزلل لمولاك تاني حاجة تمدح مولاك تالت حاجة ببساطة خالص أن أنت تقبل على مولاك وتستغفر مولاك تلات حاجات دولة هو دوت اللي يخلي غدة العبودية وصفاء العبودية يسير في قلبك يبقى هنا لازم نفهم هذا الكلام المشهد الثاني هو مشهد البراق خلاص جاءه سيدنا جبري وأخذ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسري به إحنا نقف عند لمحة واحدة بس إن حضرة النبي لما جيه يركب البراق فبراقه كأنه فزع طب من إيه جاءت في بعض الروايات وبعض التفسيرات أنه حصل له هذا الفزع لأنه لسببين السبب الأولاني لأنه طال عهده بأن يركبه نبي الحاجة التانية أنه ما كانتش يعرف حضرة النبي لكن أهل الله بيقولوا حاجة تانية خالص إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هيئ لهذه الرحلة الله سبحانه وتعالى كمل نوره وجعل نوره ثقيلا على هذا البراق وكأن حضرة النبي لما اقترب من البراق البراق وكأنه خاف على أنه يحمل كل هذا النور فكأنه سمع النداء سبحانه الذي أسر بعبده يبقى مش انتا لا تسر به أيها البراق حضرة النبي إلا يحمل في هذه الرحلة مولاه لأنه لا يستطيع أحد أن يحمل كل هذا النور إلا النور سبحانه وتعالى اللي احنا عايزين نفهمه في المشهدين دولا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه أهل الأرض وأحسن للدجاء إلى الله فتح الله له بابا واسعا أوسع مما كان يخطر على باله ففتح له أبواب السماوات التي لا يستطيع أحدا أن يحوزها وعشان كده لو أنت عايز الله يوسع عليك في الكرب ويفتح لك عالم من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عليك بالثلاث معاني دول أول شيء تزلل إلى الله تاني شيء امدح مولاك تالت شيء كمان عليك أن أنت تستغفر مولاك في كل الشدائد لو عملت كده هتجد أبواب تفتح لك تعالوا نقول شوية إجراءات نتعلمها من هذه الحادثة أول شيء أول ما يحصل لك القبض أو تحصل لك الشدة على طول اذهب إلى مولاك وقولوا هذا الجزء الأول من هذا الحديث قول إيه ببساطة خالص لوز بمولاك وقول له يا سيدي حشاك أن أنت تعامل عبد فقير زليل بإساءته وقد التجى إليك فيا مولايا يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي إلى من تكلني إلى بعيد يتعجهمني أم إلى عدو ملكته أمري فأنت يا مولايا قريب مني ولست عدوا بل أنت حبيبي فحسنت الظن فيك اللهم إنك عودتني على حسن معاملتك فلا تمنع عني حسن ما عندك لسوء ما عندي الإسراء والمعراج جينا عشان إحنا عندنا ضيق كتير تعالوا نفتح الباب بالتزلل إلى الله قلوا ما ليش غيرك أنت وحدك وحشاك يا مولايا أنت دعني يبقى دي أول شيء لازم تبدأ به الأمر الثاني ما تبقى زي بعض الناس اللي لما يحصل لهم الشدة يحصل لهم حالة من حالات فقد اليقين في حسن معاملة الله لهم بل جدد معرفتك بحسن معاملة الله لك يقول أهل الله ألز وقت تزوق فيه حلاوة النعمة وأنت تشعر بالنقمة لأن أنت متشوق إليها وبيتحبها فتذكر حسن معاملة الله لك تذكر أن الله سبحانه وتعالى أعطاك بلا سبب أرزاقه أنت لم تدفع ثمنها بل أنت تعمل والله يرزقك تذكر أنه في السماء رزقكم مما توعدون وآخر شيء اربط على قلبك وعلى الأقل استغفر عشر مرات لو عملت كده أعتجد الشدة تحولت إلى شدة وساعتها تنادي وتقول يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي